اهلا بحضراتكم من جديد هنروح لكرة السلة رجال زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي استقدم مدير فني جديد البرتغالي ماريو بالما احد اساطير التدريب في افريقيا والشارك الاوسط وبدأ الحقيقة استلم مهمته وبدأ يمرني الفرقة وبراجل الحقيقة بدأ برفع معدلات اللياقة البدنية وكمان بدأ يتكى على اخطاء الفرقة وبدأ يتفرج على مطشطة يعني سابقة للفريق انا يعني هقول لكم بعض الاخبار عنه بس خلينا اكلمكم عن فريق كاتوتا لانه الفريق طبعا الدوري متوقف اول اختبار لينا هيكون النادي الاتحاد السكنداري في قبل النهاء دور السوبر واللي هيبقى في اول شهر ستة خمسة ستة اربعة ستة ستة طيب ليه لان دلوقتي بتورط افريقيا لكرة السلة بتتلعب في رواندا وزا ما حضركم عارفين اللي بيشرف عليها هو دوري او رابطة الامبياي الامريكية في سابقة هي الاولى من نوعها ان هما يشرفوا على بطولة قرية خارج امريكا والحقيقة هما اليوم سياسات معينة جايين يطبقوها اساسها ينشر اللعبة المهم الدوري توقف النادي الاهل يستقدم مدرب جديد الدنيا شغالة انا كان لها الشرف مبارح ان انا رحت حضارة تمرين كرة السلة او جزء من تمرين كرة السلة بقيادة الكابتن ماريو بارما طيب هو ايه اللي حصل الراجل اول مجيد طبعا بدأ يتمرن الفرقة على فترتين صباحا صباحا ومساءا الصبح من عشر الاثناشر وبالليل بتبقى التمرينة من تمانية لعشرة من ستة لعشرة حسب موقيت حجز الصباح بالنسبة ليه التمرين صبح وبالليل بيبقى باسكتبول يعني كنا تايما واخدين التمرينة الصبح بتبقى شوتينج بتبقى مهارات اساسية بس حيه دي الوقت عنده زي ما حداكم عارفين هو تلات اسابيع على اول مطش ومطش كمان داخل على مطشات ليفل وان على طول ما فيش مطات تدريجية ومش هيبقى عنده فرصة انه يقدر يجرب اللعيبة هو مشي في الاتجاه ده قالك طب هتك على اللعيبة عمل حاجة كويسة جدا الراجل بدأ يشوف شغل الكوتش قاشر توفيق المدرب السابق ليه وبدأ يشوف الفرقة بتلعب ايه وبدأ يبني على ده وبدأ يشوف ايه المتناسب مع سياساته وبدأ يشتغل به طبعا بيعمل كومبينيشن مع شغله مع شغل المدير الفن السابق لانه عايز يقتصر الوقت ودي حاجة كويسة بيعمل حاجة كمان كويسة لحيستها في اكتر من تدريب فيبقى فيه محاضرة بالليل قبل التمرين نصف ساعة وخمسة واربين دقيقة بيبقى بيتكلم مع اللعيبة وعلى فكرة المحاضرة دي مش محسوبة من وقت التمرين يعني لو قلنا التمرين ساعتين المحاضرة بتبقى خمسة واربين دقيقة وبعد كده ساعتين تدريب مفيش حاجة اسمها ان انا كلمت فكلام ده في وقت التدريب اتخذ من وقت التدريب لا كلام ده مش عنه والحاجة التانية بدأ يتفرج على مطشوات الفرقة السابقة مع سبورتينج مع الاتحاد طلب كل الفيديوهات وبيقعد يتفرج عليها وبيحللها وبيقطع المطشوات وبيقطع الفيديوهات وبدأ يشتغل على الاخطاء اللي كانت موجودة سواء دافعين او هجوميا بدأ يشتغل على اللعيبة انديفيدول بدأ يكلم مع اللعيبة واحد واثنين مع بعض بدأ يطلب من كابتن الفريق كابتن مودي الجرحي بدأ يطلب امور معينة بصفته كابتن الفريق وبالمناسبة بنقول لمودي الجرحي الف سلامة طبعا هو اصيب بفيروس كورونا بس الحقيقة انا تواصلت معه وتواصلت مع كابتن احمد الجرحي اخوه كمان الحمد لله حالته كويسة مطمئنة مفيش اعراض عنيفة ولا حاجة بس هو هياخد وقته وهينزل للتدريبات كابتن ماريو بالما الجميل اللي عايز اقول لكم كمان ان فيه مدربين كتير في مصر وليهم اسامة كبيرة محترمين طلبوا يحضروا تمرين كابتن ماريو بالما وطبعا ده يعني بيكون صعب شوية طبعا لان اغلب المدربين دول بيبقوا في فرق منافسة فطبعا بيكون صعب ولكن ده بيدل على قيمة كوتش ماريو بيدل على احترام المدربين اللي طلبوا كده الحقيقة لان ده بيدل المدرب اللي يطلب كده يبقى هو مدرب فعلا بيهتم بشغله ومدرب عايز يشوف ايه الجديد ويهه يتعلم ولكن طبعا النادي الاهلي بيعني ليه سياسات معاينة واحنا لسه في وسط الموسم طبعا اكيد هيكون ده صعب الحاجة اللي عايزة قولكم انه بس كوتش ماريو ان شاء الله بس يخلص من اللي هو فيه او المنافسات واكيد برضو هيبقى ليه نظرة على قطاع الناشئين وهيبص وهيشوف وهيتم الاستعانة به والاستفادة من خبراته باكتر قدر ممكن